السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رضا محمد من قناة ما هي انجليش تايم ان شاء الله النهاردة هقدم لكم مراجعة قوية جدا لاصطفق الخامس الفداي ومراجعتنا النهاردة بازن الله تعالى لن يخرج عنها اسئلة الخاصة باللغة الانجليزية في الامتحان المجمع طبعا تركيزنا النهاردة في المراجعة يكون على سؤال بس لان ازاي ما احنا عارفين ان الامتحان المجمع كله عبارة عن اسئلة ايه اختياري في البداية بس وقبل ما نبدأ نحل الاسئلة حابب بس ااكد عليك ان انت تعمل شير للفيديو على الفيسبوك بحيس ان انت تساعد غيرك ويوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس يلا كده على بركة الله نبدأ حل الاسئلة بولي هنا وبعد كده طبعا كلنا عارفين ان اللي هو الفعل المساعدة اللي هو did او do او حتى does بيجي معهم الفعل فين في المصدر وبالتالي هنا هنستخدم المصدر اللي هو مين number two بيقولي هنا you cook وبعد كده بقولي yes i did وطالما الاجابة هنا متجاوبة بي yes i did يبقى طبيعي السؤال بتاعي اولاد هيكون بادئ بايه هيكون بادئ ب did وبالتالي هنا هنختار ايه did number three i am watching that طيب الفرب اللي هو watch اللي معناه يشاهد كان موجود عندنا في اليونت اللي اولى في المنهج في الدارس التاني دارس الورتايم كان بيجي مع كلمة حد فاكرها برافو عليكم طبعا كنا بنقول watch the sunrise اللي هي معناه هيشاهد شروع الشمس اللي هي اختصار لwe are بعد كده مديني برضو كانت موجودة في المحادسة بتاع الواحدة الاولى بتاعة الكامبسايت وبالتالي هنا عارفين ان اللي هو verb to be am او is او are بيجي بعده الفعل مضاف له ing وبالتالي هنقول we're having beans and eggs يعني احنا سوف نتناول الفول نمبر فايف واللي هنا ايه واتس وبعد كده طبعا كلنا عارفين ان الوجبات سواء الوجبات التلاتة بيجي قبلها ولد حرف الجرء يبقى تقول what's for breakfast يعني ماذا على الفطار نمبر سيكس طيب listen to اللي هو الفعل اللي معناه يستمع الى ده بيجي بعده ايه برضو كان في نفس اليونت وكنا نقول listen to stories يعني يستمع الى القصص وبعد كده بيقول لي and pans طبعا برضو في نفس اليونت كان بيقول لي wash the puts and pans فاكرينها طبعا وبالتالي هنا نختار كلمتي puts eight hand is laughing وبعد كده مديني كلمة جاكس طبعا كنا عارفين المصطاع او التعبير اللي هو بمعنى يضحك على النقط كنا بنقول ايه laugh at جاكس وبالتالي هنا هنستخدم ايه at nine did you climb a mountain انا بسأل واحد وبقول له هل انت تسلقت الجبل قال لي no i طبعا هنا عاوز يجاوب بايه ب no وبالتالي اللي جابب no لازم ان تكون منفية يبقى عنايا هتيجي على didn't و doesn't والسؤال اللي هنا بادئ ب did بالتالي هنختار didn't number ten ملك وبعد كيب ولي the tenth last week طبعا عندنا last من العلامات الاربع اللي بيدلوا على الماضي اللي هي last we ago we once وطبعا يستردي ساعة ما شوف حاجة منهم ياولاد بعرف ان الجملة في الماضي والتالي هنا هنستخدم ايه cleaned eleven ايمن is very ايمن دائي جدا هنعوزين نوصف ايمن ده بصفة هنعرفها من الجملة التانية well he wants to eat something يعني عاوز ياكل شيء ما ياكل يبقى هو كده اكيد ايه جعان وبالتالي هنستخدم ايه hungry ممكن يجيب لي السؤال ده بشكل تاني ممكن يقول لي كده he wants to drink something يعني يجيب لي الverb اللي هو drink اللي معناه يشرب وبالتالي في الحالة ده هيكون ايه هيكون thirsty عطشان 12 you cook وبيديني هنا yes وبعد كاب يقول لي I did يبقى السؤال بتاع ولاد هيكون بادئ بيه هيكون هنا بادئ بدد يبقى له ايه did you cook 13 واللي هنا I am watching that بالتالي هنستخدم هنا ايه that sunrise الله عز بس هنا في البيتجي اللي اونادي ديني في بعض السؤالة بس ايه اتقرارة بدون عمد بدون قصد 14 واللي هنا where اللي اختصار قلنا اللي we are متالي هنستخدم بعدها الفعل المضاف له ing قلنا في number 15 هنا what's وعدي كده breakfast بيجي بقى قبل الوجبات حرف الجاري four بعد كده they are listening to هيجي بعدها stores اللي هي معناه ايه قصص يستمعي الى القصص sara is washing وبعد كده قلنا هيجي معاها ايه puts and pans بعد كده number 18 بقول لي hind is laughing وبعد كده jokes قلنا laughing ايه at jokes 19 did you climb a mountain قلنا هنقول no I didn't no I didn't 20 ملك وبعد كده the tent last week قلنا last من علامات الماضي وبالتالي بنختار هنا ايه بنختار cleaned twenty one واللي Iman is very وبعد كده بقول لي عاوز ياكل حاجة يبقى بالتالي قلنا هنقول عليه ان هو hungry twenty two did he طبعا قلنا السؤال طالما في did يبقى على طول هنستخدم الفعل في المصدر وبالتالي هنستخدم climb climb number 23 واللي هنا let's طبعا كلنا عارفين ان let's بيجي بعدها الفعل في في المصدر وبالتالي هنا هنستخدم ايه get يعني هيا نحصل على بعض الخبز وقت وبعد كده انا كده هسألك واقول لك ما نوع العصير اللي انت عاوزه ودي جاد برضو في محادثة من المحادثات يبقى اقول ايه what kind مهم جدا على فكرة عشان تضمن ان انت تجاوب على كل اسئلة اللي تشوز بشكل سهل جدا ان انت تحفظ محادثاتك كويس وتحفظ الكلمات كويس وتبقى عارف نقاط والقواعد اللي عندك تعال نكمل بقول هنا I don't بعد كده enough money برضو في المحادثة الولد لما لها ما معهوش فلوس كفاية قال للبنت ايه قال لها I don't have enough money طب ليه مصدر استقدمت have عشان يا ولاد قلنا ان don't او doesn't او didn't بيجي معدها الفعل في المصدر والمصدر هنا من الverb اللي هو معناه يمثلك او لديه هو have لانه هو اسمه verb to have وبالتالي have هي صيغة الانفينيتيب بتاعت الverb 26 ولي no بعد كده بيقول طبعا هنا بمعنى قوي يبالتالي الولد هيقول لها ايه قال له مامتو ايه يومها قال لها يعني ما فيش مشكلة يعني فيش مشكلة قوي 27 you ok قال لها i think so ساعت ما طبعا دست على بتاعه والكسر ما امتو راحت تطمن عليه وبتقول ايه فاكرين برافو عليك وقالت له are you ok هل انت بخير قال لها i think so اعطاك ذلك 28 take out that طبعا عارفين كلنا ان take out معناها يتخلص من طب يتخلص من ايه اكيد يتخلص من اللي هي معناها وكمامة وطبعا عارفين ان في كلمة تانية عندنا في المنهج بتدينا نفس المعنى بتاع كلمة garbage اللي هي كلمة rubbish يبقى ممكن اقول take out the rubbish او take out the garbage طبعا بيجيب لي واحدة بس من لتنين 29 the floor وبعد كيف بقول it's not clean يعني الارضية ديت مش نظيفة وبالتالي انا هطلب من الشخص ده ان هو يكنس الارضية ايه بقى الverb اللي بيجي قبل كلمة the floor رابع عليكم طبعا هو الverb sweep اللي معناه يكنس يبقى انا هقول ايه sweep the floor يعني يكنس الارضية 30 she set the طب set اللي هو الverb set بيجي مع ايه في المنهج فاكرينها وبعد كده for breakfast يبقى اكيد انا عاوز اقول له جاهز المائدة وبالتالي احنا بنقولها ايه set the table برافو عليكم يبقى نقول هنا set the table بمعنى يجهز المائدة 31 i do that وبعد كده on friday طيب الverb اللي هو do بيجي مع ايه من الكلمات ديت برافو بيجي مع كلمة laundry اللي هو معناه الغسيل i do the laundry on friday انا بقوم بالغسيل في يوم الجمعة 32 he وبعد كده his friend for lunch طيب يطر عمل ايه في صديقه على الغداء يبقى اكيد الverb المناسب هنا هو الverb invited اللي معنى ايه معنى دعا يبقى نبقى الهوى دعا صديقه على وجبة الغداء 33 my father is وعد كده table لستقلين من شوية ان كلمة table اللي هي المائدة بيجي معها الverb set اللي معناه يجهز او يعد طيب يطرى انهي set فيهم دي ولا دي طبعا هي set اللي فيها ايه انما set اللي فيها دي معناها ايه معناها يجلس فتخلي بالك 34 احمد احمد زرع يطرى احمد زرع ايه ا بعد كده ويه الحاجة اللي احمد زرعها ديه دلوقتي اصبحت شجرة طيب يطرى زرع ايه بقى واحد فينا دلوقتي ممكن يطلبت وقول زرع اقول لك ماشي هي ممكن اقول بس ما ينفعش يقول انه هو زرع الحديقة واصبحت دلوقتي شجرة صح؟ يعني بالتالي الفعل او الكلمة المناسبة اولاد للجملة هنا هي كلمة سيد طب سيد يعني هي مصطر يعني بذرة يبقى اقول احمد زرع بذرة ودلوقتي اصبحت ايه شجرة ثيرتي فايف وبعد كده بعد كده يعني جعلوها جميلة يبقى عملوا ايه في الجاردن في الحديقة برافو يبقى عملوا حاجة فيها كده اسمها واللي يعني معناها ازالوا الحشائش الضرة يعني شالوا كده الحشائش اللي هي اصلا ضرة واللي بديها الشكل مش كويس الحديقة عشان كده هي اصبحت ايه واحدة هيقول طب يا مصطر دمنا ممكن استخدم انت لسه قال ان بلانت ممكن تيجي مع صح تمام ولكن الجملة اولاد في الماضي ما ينفعش استخدم بلانت هنا اللي هو المضارع طيب عرفت منين يا مصطر ان الفعل اللي الجملة في الماضي عرفتها من الفعل ده هنا بقولي يعني جعلوها جميلة وبالتالي الجملة الاولين برضو تكون في الماضي يبقى الصح ان احنا نختار ايه وي دد و بعد كده جاربج هنا عارفين طبعا اني اسمع ايه تيك اوت ذا جاربج وبالتالي هنا هنستخدم ايه مع توك هنستخدم اوت بمعنى يتخلص من ثيرتي سابن ديد يو بعد كده ترن رايت او لفت طبعا جات في المحسسة اتمكنت البنت بتسأل على الميوزيوم وكان بتسأل الرجل وبتسأله بتقوله هل انت قلت تتجه مين ولا شمال طيب هنا قالت له ايه بقى البنت قالت له ديد يو ساي يبقى نختار هنا ساي طب ليه مصطر برضو اختارنا ساي هقولك يا ولاد عشان ديد او صغط النفي بتاعتها ديدنت بيجي معها الفيرب في المصدر والمصدر هنا اللي هو ايه ساي هل انت قلت شوف بعد كده ثيرتي ايت والهين ترن رايت اتجه يمين اتس وبعد كده طب ثاليفت ده اتجاه اللي هو اتجاه اليسار سواء اتجاه اليسار اللي هو ثاليفت او ثاليفت بيجي قبلهم حرف الجر ايه اون برافو عليك ويبقى الاتجاهات هنا سواء يمين او الشمال بيجي معهم ايه اون ثيرتي ناين وي بعد كده طب الفيرب اللي هو ما ضف له اي ان جي ده لازما ييجي قبله اللي هو ام او از او ار وطبعا هنا بيكون معناها ايه معناها سوف بستخدمها عشان اعبر عن حاجة انا ناوي اعملها في المستقبل طيب يا طرح نستخدم هنا بقى ام ولا از ولا ار طبعا وي بتاخد ار وبالتالي هنقول ايه وي ار 40 my father's brother is my بيقول لي بيقول لي اخو ابويا يبقى ايه اخو والدي يبقى ايه برافو اخو والدي يبقى my uncle ممكن يجبها بشكل تاني ويقول لي my father's sister is يعني اخت والدي في الحالة دي تبقى ايه تبقى aunt 41 he's gone to بعد كده a film كلنا عارفين طبعا ان اللي هو gone to اللي هي معناها سوفة ديت هي اول كمان برضو اللي معناها سوفة لاتنين اولاد بيجي بعدهم المصدر وبالتالي هنا المصدر اللي هو هيكون ايه c afl c number 42 will i want to download يعني انا اريد ان احمل احمل ايه او انزل ايه بقى هترى videos ولا email ولا bus ولا sexy كلنا عارفين ان download بتيجي مع مين مع فيديو 43 he is getting a طيب get هنشوف دلوقتي هتجي مع ايه في الجملة التانية التوضحية بيقول لي his hair يعني شعره is very long يعني شعره طويل جدا يبا هو كده عاوز ازاي يحصل على ايه برافو طبعا عارفين كلنا ان الverb اللي هو get بيجي مع كلمة hair cut اللي معناها يحصل على قصة شعر 44 يبا هو عمل ايه في الايس كريم اللي هو بالشوكولاتة ده يبا اكيد هو برافو اكيد كده اشتراه يبا بتسالح يجي مع ايه buys 45 would you like to طبعا would you like اللي هي would بستخدمها ولاد مع like بمعنى هل ممكن اشيلها اصلا واستخدم مكانها do يعني ممكن اقول would you like او ممكن اقول لك ايه او اقول لك do you like سواء كده او كده معناه هل تحب وبعد كده وبعد كده صم 46 i am going to بعد كده صم ابل طب يترى الفعل المناسب لبعض التفاح ده يبا اكيد الفعل المناسب هنا من الاربع هو buy يبا اقول ان انا سوف اشتري بعض التفاح 47 what are you بعد كده fish what are you ايه طبعا هتبقى يبا انا باسأل كده الشخص بقوله ايه انت بتاكل ايه اما اللي fish 48 i like كباب وعد كباب يقولي it's طيب يا ترى الكباب ده ما له يعني it's ايه it's delicious مثلا ولا hungry ولا happy ولا sad احنا هنا بنوصف مين بنوصف الكباب نفسه اللي هو الكلمة بالانجلس باتت نطقي كباب وبالتالي هنوصف الكباب هنا انه هو ايه اللي هو لذيذ 49 what وعد كده you going to have يبا اتفانا لازما ييجي معاها في الجملة بتاعتها او في السؤال am او is او are طيب you يا ولاد بتاخد am ولا is ولا are طبعا هقول لانا عارفين انه يبيجي معا ايه are ماذا انت سوف تتناول نفكر كده have وبعد كده يا ترى استغدم any ولا to ولا and ولا some طبعا هقول ايه some اللي معناها بعض ايه بعض الماكارونا 51 ولي they are going بعد كده fried rice يا ترى to have ولا have ولا has ولا haven طبعا كلنا عارفين ان going بيجي بعدها to وال infinitive والمصدر والتالي هنستخدم to have 52 حاتم and هدى حاتم وهدى ما لهم بعد كده بقول to have orange طبعا حاتم وهدى ده المفروض اسم جمع وبالتالي هنستخدم قبلها ايه 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 are نشوف بعد كده 53 he has ايه بعد كده on his finger يبقى عنده ايه في صبعه يقطر عنده ايه ايه في صبعه من حاجات ديت بالضبط كده هيبقى عنده ايه اللي هي معناها ايه كرحة 54 طيب روستد قلنا اللي معناها مشوء او محمر ده يبقى بالتالي هنستخدم ايه معاها ايه يا طرى من الحاجات اللي في الاختيارات دي اللي تنفع تبقى مشوية مسلا يا طرى كلمة جوس ولا سوب ولا طبعا كلنا عارفين ان هو اللي هي معناها فلفل وبعد كذا زكرت فيه المحاسة بتاع الولد والبنت اللي كانوا بتكلم عن المواد المفضلة بالنسبة لهم في المدرسة ويجات البنت سألت على مكان الايه المكتبة فالبنت وصبت لو قالت لا ايه برافو عليكم ايه اكراس اللي هي معناها ولادش في الجهة المقابلة يعني اصادي يعني بعد كده يبقى انا هكيد هكيد هقولها ايه هكيد هقولها امشيها باستقامة او امشي على طول طيب هي بعدها ايه انا يعني امشي باستقامة او امشي على طول برضو كانت في المحاسة بتاع البنت اللي كان بتسأل على مكان الميوزي بالمتحف يبقى انا عاوز اسأل الشخص اللي قدام وقوله مادتك المفضلة ايه شوف انت ما مادتك المفضلة وبالتالي انت تسأل وتقوله ايه وبعد كده وكلمة يا ولادي اللي هو معناه فصل خريف طب احنا بنلعب في ايه فصل خريف طبعا بنلعب في وراء الشجر اللي هو ليفز ودي موجود عندنا برضو في الكلمات وبعد كده كلمة طيب وال وال اللي اتنين باستخدامهم للتعبير على المستقبل واللي اتنين بيجي معاهم فعلي في المصدر وبالتالي هنا نستخدم احنا بنقرأ الكتب فين طبعا بنقرأ الكتب المكتب المكتب وبعد كده السان كاسل ايه ايه اللي بيجي او اللي بيجي مع كلمة السان كاسل القلعة الرملية برافو بيجي معاها بلد اللي معناها يابني وبعد كده عارفين كلنا ان بيجي بعد بمعنى حان وقت كذا برافو عليكم بيجي بعدها طبعا استخدمناه برضو في يونت ون مع وبعدها اسم الوجبة حان وقت الفطار حان وقت الغدا وهكذا 63 يعني انا بحب الشتاء بعد كده بقول اي لائك تو جو يبان بحب اذهب لإيه طبعا الحاجة الوحيدة اللي احنا بنعمل في فاصل الشتاء هو ان احنا بنتزلق على الجليد والتالي كلمة ايه سكين 64 بعد كده بقول لها يعني انها على اليسار يبان كده اكيد عاوز اعرف مكان المكتبة وبنسأل عن المكان باستخدام اللي معناها اين 65 بعد كاب بقول وهي تضع طبعا كلمة الوحدها معنا يضع طيب بعد كاب ولي الكتب في غرفة النوم طيب يا ترى الكمالة او حرف اللي بيجي معها كلمة ايه بوت برافو اسمها ولكن اعنا كنا حفزانها في المنهج يعني تضع او يضع منتجات ومستنزمات بألاف مكانها طب هو لازم كلمة هي اللي تيجي مع بوت اوي لا مش شرط ممكن اقول لك يضع اي شيء في مكانه صحيح 66 وبعد كده طيب احنا اتفقنا ان وبالتالي هنا هنستخدم يا اما ازنت يا اما ارنت طيب شيء تاخد ازنت ولا ارنت برافو بتاخد ازنت 67 اي درينك فروم ا يعني انا بشرب من ايه برافو اكيد بشرب من البوت اللي هي الازازة 68 وبعد كده قرار كتير اوديات اللي قعد على فكرة بنسبة كبيرة جدا جاه في الامتحان يبخلي بالك اوي ان هي لازم يجاب لها ويجي بعدها وبالتالي احنا هنستردم يبقى نقول بعد كده 69 بقول اللي هي اختصار لأولاد ايه وهي عارفين طبعا بيجي بعدها الفعل في المصدر وبالتالي الفعل في المصدر هنا انه مين اللي هو يبقى ايه انا سوف ارتب السرير وعد كده بيكوز ايه يعني بذهب للشاطئ في فصل ايه لان الجو بيكون حر طبعا قلين عارفين احنا بنروح الشاطئ في الصيف يعني ايه يعني هو عطشون وبالتالي هنا بقول هو يريد ان يشرب ايه عاوز يشرب بعض ايه يبقى اكيد بما انه عطشون هيشرب بعض الجو العصير انه الحاجات التانية دي طبعا ايه من المأكلات ما بتتشرب تكرر السؤال ده لما اجل الواحد امشي باستقامة بقول يعني امشي على طول طبعا عارفين كلنا ان الكلمات بتاعت المستقبل هي وهي و كلمة ايه اه 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 اللي هي معناها ايه غدا دي الكلمات الاربع اللي عندنا في المنهج يبقى تاني كلمات المستقبل طيب بما ان انا لقيت هنا اللي هي من علامات المستقبل يبقى اكيد هستخدم حاجة من الاتنين اللي عندنا اللي باستخدم المستقبل طبعا هنا هنستخدم و ايش معنى مصدر ماستخدم لاش مثلا هقول لك هولاد لها تلات حاجات يجاب لها و بعد كده طبعا ديت ما معاشته ولا ديت معاهته يبقى الاتنين دون ما ينفع وش يبقى بالتالي هنستخدم ايه و بيقول وبعد كده يبقى الفرب اللي هو هيبقى معناه يبحث عن لو جي بعد حرف جري ايه برافو لما بيجي بعد يبقى ايه 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 عرفنا طبعا ان ديت بيجي معا الفعل فين بيجي معا الفعل في المصدر وبالتالي هنستخدم ايه كوك ولي و بعد كده اتفاقنا ان كل الوجبات بيجي بعدها او سوري بيجي قبلها عشان اقول يعني ماذا على الفطار يبقى انا عاوز اقول ايه سوف ازرع الورود في فصل الربيع وبالتالي هنستخدم ايه well 78 what is your بعد كده sport يبقى انا كده عاوز اقول ايه هنفكر كده برافو عاوز اقول لك ما رياض المفضلة يبقى كلمة sport اللي رياضة ومعاها كلمة favorite اللي مفضلة 79 كباب طيب الكباب ده بيبقى ايه يا طرى مسهن juice ولا vegetable ولا meat ولا fruit طبعا كلنا عارفين اللي هو بيكون ايه 80 ويه اخر سؤال معنا they have وبعد كده in the morning يبقى هو بيتناول ايه في الصباح طبعا بيتناول واجبة الافطار وبكده نكون خلصنا التمانين سؤال اللي اللي بإذن الله لو ذكرتون كويس لن يخرج عنهم سؤال او الخمس اسئلة اللي هيقول لك في الانجلش طبعا في النهاية كده حاب اكد الانك بتاع اسفل الفيديو عشان لو انت عاوز تحمله وتصوره مسلا من اي مكتبة وتحله مسلا مع الوحدك وترجع تراجع معايا الاجابات تانية وفي اخر طبعا الفيديو بأكد عليك بقى لو كان عجبك الفيديو استفدت منه ما تنساش تضغط لايك للفيديو ضروري وكمان لو كنت بتشاهدنا لأول مرة ما تنساش تضغط على علامة باللول احمر اسفل فيديو بعدها تدوس على علامة الجرس عشان يوصل لك اشعار بكل فيديوهات الفترة القادمة وكمان ما تنساش بقولك تعمل شير للفيديو على الفيسبوك بحيس ان انت توصله لغيرك وتفيد غيرك وطبعا كل ده هيكون في ميزان حسنتك اشوف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته